ماسك قال ان هو البعد ما ياخد مش عد في الموافق منين وفين وكل ايه هو الستار لينك أصلا كمان طيب هو الستار لينك هو عبارة عن أمر صناعي زي الأمر الصناعي اللي احنا بنستعبل عليه الإرسال بتاع قناة الفضائية ولكن هو مخصص لبس إشارات الإنترنت يعني هو بيقدر يدي سيجنل للإنترنت عارفة فكرة الراوتر اللي موجود في البيت اللي تعمليه بيديلك إشارة واي فاي بتقدر تخش منها إنترنت هنقول هو حاجة مشابهة هو أمر صناعي بيبقى من شأنه أنه يديلك إشارة الإشارة دي بمثابة كابل اللي جاي من السنترال اللي حرك بتوصليه في الراوتر عشان يديلك إنترنت فتقدر تستخدم الإنترنت ده في أي مكان حتى لو كنتي في سحر يعني هو عنده عنده القدرة دي الكلام ده موجود بالفعل وهو بالفعل مشغله بقاله سنين وحصل أنه في أوكرانيا فعلا غطى البلد عندهم بعض الأجهزة طبعا لأن الموضوع مش بالسهولة للناس متخيلها يعني يعني مش هيفتح موبايل ولا يلاقي فيها إنترنت لا مش بالدرجة دي لا هو الموضوع معتمد على جمعة من المعايير تعالين بسطها كده بشكل الناس تفهموا أنا عشان أستقبل خناة النهار في البيت لازم يبقى عندي إيه؟ أمر صنوعي على البس نمرة اتنين يبقى عندي وحدة استقبال موجودة على البيت اللي هي بيطلق عليها الدش أو الطبق ويبقى عندي في البيت تحت الريسيفر أو المستقبل اللي بيقدر يفك التشفير بتاع الإشارات دي ويشغلها تمام؟ ده نفس فكرة ستارلينك أمر صناعي بيبس إشارة الإنترنت وحدة استقبال أو أنتنة أو إريل يستقبل إشارة مع جهاز يقدر يغزي المنطقة بالإنترنت أم يحدث وكل طبعا التقدير لفكرة الضغط على أنه هيقول هفكر هعمل كل الحاجات دي وإن شاء الله يعني يحصل تدريجيا إيه الخيارات المتاحة اللي ممكن تخلي النت يوصل إلى فلسطين أو يتم التواصل مع الناس في فلسطين أول موضوع صعب صعب الأسباب كتير تعالي نقول للسؤال بشكل مختلف إيه وسائل المتاحة للإنترنت عمتا وإيه اللي نقدر نحققه عشان يبقى فيه إنترنت يجب أن يكون يا إما من شركات الاتصالات من خلال الكابلات الأرضي أو من خلال الشبكات المحمول أو من خلال موبايل عليه خط رومينج خط يسمح له يعني لو أنا قاعد في غزة ومعايا خط مصري الخط المصري دي مفتوح عليه رومينج فيقدر يشبك مع الشبكة المصرية بالضبط بس طبعا تبقى التكلفة عالية جدا لأنه بيبقى دولي أي بس كان فيه خناء مبارع على سوشيال ميديا نفهم منك دقتها أن لو شركات الاتصالات في مصر وصلت ودعمت هيبه فيه إنترنت وناس كانوا بيقولوا أن الكلام ده مش حقيقي هو الكلام ده يعني يحصل بس مش في الظروف الحالية لأن حضرك النهار ده نمرأ واحد المعابر مفيش حواليها بيوت ولا خدمات للإتصالات قريبة يعني علشان في مصر هنتكلم من جهة مصر ومن الجهة التانية من جهة مصر عشان أوصل الخدمة لناحية المعبر لازم عندي حاجة تانية أركب عليها لخدمة أمد كابلات لغاية المكان ده طيب وبعد ما أمد كابلات لازم أمد كابلات الناحية التانية ولازم أقفي أجهزة الناحية التانية هتغل وقت طويل ولازم أقفي راوترز موجودة عند الناس ولازم ولازم ولازم